أهلا بكم جندي سوري يصافح مسلحا معارضا ويتبادلان الابتسامات مشهد كان حتى الأمس القريب من المستحيلات اليوم بات يتكرر في أكثر من منطقة سورية تكاد مشاهد التسويات والمصالحات تطغى على صور الضمار والعنف ودخان المعارك آخر هذه المصالحات كان في ببيلة وبيت سحم ويلدبر في دمشق أهمية المصالحات في تحقيق الأمن ووقف العنف هو محمر النقاش في النشر السورية إضافة إلى تطورات المعارك بين الجيش السوري والمسلحين في يبرود ورفيحما وحلب أما في الشأن العراقي فحدثان شغلان رأي العام اليوم الأول تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر شن خلاله هجوما عنيفا على الحكومة منتقدا كما الأفواه وتصفية المعارضين وسجنهم كما قال والثاني سلسلة تفجيرات هزت مختلف مناطق العراق وأدت إلى مقتل العشرات قبل البداية نبقى مع موجز لأهم الأنباء مع الزميلة هبة محمود شكرا أحمد أهلا بكم سقطت عدة صواريخ على منطقة البزالية في البقاع شرق لبنان مصدرها السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا أحد هذه صواريخ سقطة على منطقة سكنية في البزالية وهذه ليست المرة الأولى التي يتكرر فيها مثل هذا المشهد منذ شهور حيث تشهد بلدات في البقاع اللبناني سقوط صواريخ من الجانب السوري وللمزيد معنا من البقاع شمال لبنان مرسل الميادين محمد الساحلي محمد إذن كما ذكرنا هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ على مناطق في البقاع ولكن أعتقد هذه المرة الأولى التي تسقط فيها على هذه المنطقة نعم هي ثمانية صواريخ هبة سقطت ثلاثة منها في خراج بلدة اللبوة بالإضافة إلى ثلاثة أخرى سقطت في خراج بلدة البزالية أحدها سقطت فيه بالقرب من أحد أسوار المنازل في البزالية هذه البلدات الثلاثة إن كان اللبوة والبزالية وهذه بلدات سكانية تحاضي منطقة عرسال ولكن هي المرة الأولى التي يسقط فيها صواريخ وبحسب مصادر عسكرية الصواريخ انطلقت من وادي الرعيان وادي الرعيان هو وادي يفصل جلود عرسال عن القلمون السوري محمد يعني لا معلومات إلى الآن إذا كان هناك أضرار ربما مادية أو إصابات حتى الآن بالتأكيد ليس هناك إصابات لكن صاروخين أحدى الصاروخين من هذه الثمانية سقطت في الجوار من المنازل تقبل بعض الأضرار المادية فقط شكرا لك محمد الساحلي من البقاء قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالزيارة إلى الجولان السورية المحتلة برفقة وزير الأمن مشي علون ورئيس الأركان بني جانس وقد استمع نتنياهو خلال الزيارة إلى تقارير من قائد المنطقة الشمالية إيرغولان داخل نقطة مراقبة قرب الحدود السورية وخلال الجولة زار نتنياهو أيضا القاعدة التي يعالج فيها الجرح السوريون كشف المتحدث باسم المفاوضية الأوروبية مايكل مان أن مفاوضات فيينا حاليا تقتصر على لقاءة ثنائية بين الأطراف مان وفي حديث للميادين أمل التوصل إلى اتفاق يطمئن المجتمع الدولي إلى سلمية المشروع النووي الإيراني وأن يبحث المفاوضون خلال الأيام الثلاثة البنود الأساسية التي طرحت في اتفاق جينيف وتعليقا على استأنف المفاوضات استبعدت الخارجية الإيرانية توصل إلى نتائج في الجولة الثانية المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخام أكدت تمسك طهران بمواصلة المفاوضات كما جددت موقف بلادها الرافضة أن تكون القضايا العسكرية ذات علاقة بالملف النووي أو المفاوضات أصدر ثوار الزنتان في ليبيا بيانا خير فيه المؤتمر الوطني بين تسليم السلطة خلال خمس ساعات أو اعتقال أعضاء المؤتمر بيان الثوار اتهم فيه الإخوان المسلمين بالوقوف وراء كل المشاكل التي وصلت إليها ليبيا وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل الميادين في ليبيا مراد الدلنسي مراد ماذا لديك في التفاصيل؟ نعم منذ قليل كان هناك بيان مرتفز لكتائب القعقاع والسواعف التابعة لمدينة الزنتان وكان بفضول عثمان نمليك أحد أكبر قادة ثوار في هذه الكتائب هذا البيان أمهل المؤتمر الوطني خمس ساعات لتسليم السلطة أو اعتبار أعضائه من غير من الذين لن يقدموا استقالاتهم مطلوبين من العدالة وسيتم القبض عليهم هذا البيان كذلك يعتبر كل من الأعضاء الذين سيكون بالمؤتمر الوطني مقتصدين للسلطة وضط إرادة الشعب الليبي وسوف يكونون مطلوبين وهدف للسوار كذلك تعحد هذا البيان بأن من قرأوا هذا البيان ليسوا طلاب للسلطة وكذلك وقع تحميل المسؤولية كاملة لعضاء المؤتمر الوطني لجرى البلاد إلى الهاوية ودفع أبثال الأسوار في مبيهم وتحميلهم دم كل الليبي يسي فاتصلنا لبعض قادة أسوار وقالوا أن هذا البيان جدي وقد يكون هناك تحرك لم نعرف طبيعة هذا التحرك ولكن هناك خشي أن يكون هذا التحرك بالفعل العسكري وقد يتمثل في محاصرة مقرأ المؤتمر الوطني العام وقد تتم هناك خطوات أخرى في هذا الشعب وهناك من ربطه ببيان خليفة حفر منذ أيام قليلة وسنتابع بقية التطورات في الساعات القادمة وأن هذه المهنة ستنتهي في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي في نيبيا إذن كما ذكرت مراد سنكون في تفاصيل الخطوة اللاحقة بعد هذا البيان شكرا جزيلا لك في زيارة مفاجئة وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى تونس ظهر اليوم كيري التقى رئيس تونسي مصف المرزوق على أن يلتقي أيضا رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة وتأتي الزيارة بحسب الخارجية الأمريكية بهدف دعم العملية الديمقراطية في تونس عودة إلى أحمد شكرا لك هيبة أجربة بلدات ببيلة وبيت سحم ويلدة في ريف دمشق ترسخ المصالحات بين السلطات السورية والمسلحين ففي هذه المناطق بدأت الآليات برفع السواتر الترابية في خطوة لتعميق الثقة وتنفيذا للاتفاق الذي قضى بوقف المعارك وتسليم الأسلحة الثقيلة وتشكيل لجان أمن ودفاع شعبي وتسوية أوضاع أعداد من المسلحين من بعيد تبدو الصورة أكثر قلقا وحذرا لكن كلما تقدمنا المسير يصبح المشهد أكثر هدوءا وأمنا إنها بلدة ببيلة وإلى جوارها تقع بلدتا بيت سحم ويلدة في ريف دمشق اليوم تنضم جميعها إلى برزي والمعظمي التي دخلت في دائرة المصالحات بعيدا عن رائحة البارود والدماء اليوم نشهد ربما هروب للغرباء وبالتالي أبناء الوطن دوما وأبدا لا مشكلة بينهم اليوم نلمح حرص واليوم أنتم شايفين كل من كان في هذه المنطقة مشارك وموجود وهم طاقات شباب وطني يشارك في حفظ الأمن مع رفاقنا في الجيش والقوات المسلحة المشهد كان يعبر عن نفسه مئة الجنود والمسلحين معا وجنبا إلى جنب صورة لم تكن حتى الأمس القريب ممكنة هنا همس وهناك تعاون لضبط الأمن وأحاديث حول التسوية والمطالب تم إعادة الأبن والاستقرار إلى بلدة ببيلة يلدى بيت سحم وتم تسوية أوضاع العشرات من الأخوة المواطنية مصالحة لا استسلام عبارات كرر المسلحون على ما سمعنا رافضين منطقة الغلبة هم أكدوا أنهم حملوا السلاح ليس رغبة أو ترفا بل رفضا للفساد كل ياتنا أهل والأخطاء اللي صارت كلها متلافاها إن شاء الله وإيد وحدة كل ياتنا بإذن الله أنا حقول أن الله يحمي البلد وجوه مئات المواطنين من أهل البلدة ممن لم يغادروها بدل إرهاق عليها واضحا لكن الفرحة اليوم كانت أكبر وأقوى من الأساس الفتنة هي ما تصير لأنه دخل فيه خط ثالث هو اللي خوفنا من الدولة وخوفنا من الجيش هلا لكنا وقفين نحن والجيش وأحبابنا الجيش وخوفونا منه ما في شي بيننا وبينهم نحن من الجيش مهجم ملوء وأولادنا خدموا بالجيش يعني ما في داعي يصير بيناتنا الحرب هذا السواتر الترابية بدأت تعمل الجرافات على إزالتها خطوات ننتظر تفعيلها في الأيام المقبلة تنفيذا لبنود المصالحة لا شيء يعلو فوق لغة التفاهمات والتسويات فهنا تضع الحرب أوزارها وينكفئ السلاح والمسلحون وهنا تفتح المنطقة فصلا جديدا للعيش بأمن وأمان بعيدا عن لغة العنف والاقتتال محمد عاصي بلدة ببيلة بريف دمشق الميادين من دمشق انضم إلينا مدير مكتب المصالحة في وزارة المصالحة الوطنية المحامي أحمد مونير محمد ألمس كثيرا أحمد إذن ما كان مستبعدا لبل مستحيلا ربما نراه اليوم في عدة مناطق لسيما في ببيلة ويلدة وبيت سحم مصالحة بين المسلحين وسلطات السورية بداية ما هي أهمية هذه المصالحات برأيك خاصة في هذه المرحلة الرحمة للشهاداء والشفاء للجرحى وعودة أبنائنا المخطوفين الذين خطفوا كما خطفت أجزاء من سوريا بيد مسلحين بيد غرباء بيد من تآمروا على هذا الوطن ندخل مباشرة بالحدث ما جرى في سوريا الآن من مصالحة وطنية وععادة تشبيك اجتماعي هو طبيعي جدا وهذا هو الشعب السوري وهذه هي قيمية سوريا وروحانية سوريا المعتدلة بحضارتها بتاريخها اللي يحمل عشر تالاف سنة عبر التاريخ والحضارة ما نمستغربينه هذا اللي كنا متوقعينه سوريا اللي التقت بيوم من الأيام على رمز وطني إلى القائد الخالد والآل السيد الرئيس بما يحملوا منتطلعات قومية ووطنية وبعد أنتهي من حيث أبدأ من حيث انتهى أحد المواطنين العقلاء عندما قال إنها الفتنة عندما خوفونا من الجيش وخوفوا الجيش منه وقاموا بلعب دور الفتنة نعم إنها الفتنة كانت في سوريا إنها المؤامرة التي عملوا عليها منذ أسر بغداد بـ 2003 إلى الآن مستمرين فيها ويحاولوا أن يدخلوا بطرق ثانية نحن أمام مصالحة وطنية وعادة تشبيك الاجتماعي بدأنا بحمص بدأ بحي الشماس منذ أكثر من عام وثلاثة شهور حي الشماس لم يشهد سقوط بعد المصالحة التي تمت ولا أي حال ولا خلال أمني نهائيا بدأت بتلكلخ وعادة التشبيك الاجتماعي وكانت بوصل التوجه للجميع إنه الموضوع المصالح وعادة التشبيك يمكن أن يكون وبسلاسة بحيث أن أهالي أبناء تلكلخ هم الآن يقفون صفا إلى جانب الجيش السوري في حماية حدودهم لكن ما هي العوامل التي أدت إلى حدوث هذه المصالحات وانتقالها إلى عدة مناطق العوامل أدت أول شيء انتصار الجيش السوري ووقوف السورية مع جيشة ومع قائدة ومع بوصل التوجهة القومية والوطنية هذه الانتصارات التي تمت على دماء الشهداء الأبطال الذين واجهوا العدوان الكوني على سوريا هذه البطولات وهذه الدماء هي التي خلقت حالة إعادة توازن للمواطن السوري كي يفكر إلى أين بعد هذه الدماء التي استمرت على مدى ثلاثة أعوام إلى أين وقف المواطن السوري فكر وعندما تكشفت الحرب والعدوان على سوريا تكشفت أوراقه وهذه من حكمة القيادة في سوريا أن تعاملت مع هذا الموضوع بروح وطني وروح قومي وبنفس وبشعور أبوي اتجاه المواطن السوري أخذت الأمور بروية تحملنا من الآلام تحملنا من الصعوبات الكثيرة في هذا القطر لكن كان المواطن السوري دائما ضمن اهتمام القيادة السورية حتى في المناطق التي كانت مخطوفة جغرافيا بيد المسلحين الفكر التكفيري الأرهابي الذي القادم من الخارج كان الماء والكهرباء والخدمات تصل لجميع المواطن وهذا ما نعرفه في محافظات حلب ودير الزور وكثير من المناطق حتى في حمص كانت تصلهم كل المتطلبات هذه الرؤية وحكمة القيادة في سوريا وبالذات شخص السيد الرئيس بما يحمله من حس وطني وقومي وإنساني وتوجهه في هذا التوجه لكن كانت تصدم في عقبات العقبات التي تصدم فيها من تجار الأزمات الذين ارتبطوا بالخارج وقبضوا وكانت وتيرة الأعمال العسكرية وعملية التدمير وتخريبها البلد تتماشى مباشرة مع كمية ضخ البترو دولار الأسود لأيادي قذرة تلقفت هذا المال والآن نراهم خارج أسوار المدن خارج المناطق وأنا أعول على المواطنين الذين هم الجيش السوري كتف بكتف هؤلاء سيقفوا مع الجيش السوري لتنظيف مناطقهم وتنظيف القطر من الأرهاب الأسود السيد محمد هل تتوقع أن تتقل هذه المصالحات إلى باقي المناطق وهل السلطات السورية تعمل على انتقال هذه المصالحات وعلى حدوثها في باقي المناطق الآن السورية كمكون دولة بكل مكوناتها ومؤسساتها تعمل جاهدة على تلقف أي حالة مبادرة وطنية ومصالحة وعادة تشبيك ولو كانت صغيرة على مستوى خمس أشخاص هذه ستستمر الآن موجودة نراها في حلب نراها في الرقة نراها الآن رغم أنه كما قلنا خطفة الرقة بأياد التكفير وأياد الأرهاب نرى من يقومون الآن ويعرضون نفسهم إلى القتل ليعلنوا ويرفعوا العالم السوري في أكثر من موقف هناك نتائج ستظهر وبتسارع وبتسارع كما مرت هذه الأزمة علينا بتسارع من نقطة لنقطة تنتقل وتأثير الأعلام على المزاج العام حاليا المزاج العام بتسارع لإنهاء هذه الأزمة إن شاء الله وهي المخرج الوحيد لسوريا لا بجنيف إلى مخرج بجنيف هو صراع أمم وولادة نظام عالمي جديد أما بالنسبة لسوريا هو الحوار السوري السوري ما يجري على الأرض السورية ما يجري ببيلا بيت سحم ما جرى بالقابون بالمعظمية مع كل تحية واحترام ما جرى بحمص ما يجري بحمى هذا المزاج الشعبي هو الذي سيبني سوريا المتجددة دائما طيب تفضلت حضرتك وتحدثت عن جنيف وأن هذه المصالحة هي أنجح هل برأيك هذه المصالحات هي أنجح من المفاوضات جنيف المفاوضات التي تجري خارج البلاد؟ هذا ما تقصده؟ بالطبع المفاوضات التي تجري بجنيف هي كما قلت وولادة نظام عالمي جديد توازن قوى إقليمية ودولية كل من القوى الإقليمية التي صاعدة أو الآفلة كالامبراطورية الظلام الأمريكي الآفلة تريد أن تأخذ مكان ما في هذا الكوكب الأرضي لكن ما يخص سوريا هو ما سيجري في سوريا حتى الواجهة التي وضعوها الكاركوزات التي وضعوها بجنيف هم عبارة عن ناس ممثلين لأدوار ستنتهي استخدام بره واحدة وينتهون هم الحوار سوري سوري ولا يحتاج حتى إلى جلسات حوار بدأنا بفتح جلسات حوار من بداية الأزمة من بداية الأزمة فتح الحوار لكن من أرادوا المؤامرة لسوريا أخذوها خارجا وأدخلوا الفكر التكفيري واستمروا فيها أنا واثق تماما لو كان الحوار مستمر وبدأته القيادة السورية حتى على مستوى المنطقة الصغيرة على مستوى القرى صار حوار بين الدولة كمؤسساتها ومنظمات المجتمع المحلي والنقابات البهنية من كل مكونات المجتمع السوري ووصلوا إلى نتائج لكن المشغل المشغل اللي قبض الثمن منذ الألفين صاروا يشتغلوا على سوريا وعلى هذه المخطط لعملية تقسيم سوريا كانوا يشتغلوا عليها طبعا مطلوب منه تنفيذ شغلة وحدة الآن ما يجري في سوريا هو الحل الوحيد لسوريا أهم شيء ما جرى اليوم بيت سحم وبيلده وهالمناطق في ريف دمشق والمعظمية هو أهم من مؤتمر جينيف لكن أستاذ أحمد ما يعنينا نحن كسوريين ما يجري على الأرض السورية لكن أستاذ أحمد هذه المفاوضات ستستمر في جونيف ولكن لم يتم تحديد موعد لها برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المصالحات على سير المفاوضات في جونيف بالنسبة أرجع أكد لك لنفس النقطة نحن عارفين جونيف هي عبارة عن استحقاق دولي بدنا نتعامل معه على أساس أنه استحقاق دولي أن يؤثر على الأرض في سوريا لا يمكن أن يؤثر على الأرض بسوريا نهائيا يؤثر من خلال الصراع الدولي ما يؤثر على الأرض في سوريا وأنهاء الأزمة في سوريا هم المواطنين السوريين بالذات المعنيون بهذا الأمر جونيف بدنا نروح فيه للأخير لأجل المواطن السوري ولأجل سوريا كدولة بمؤسساتها ستذهب للأخير معلش وعدنا مثلا يقول لك الحق الكذاب لباب الدار نحن لاحقين أنه عرفانين جونيف وما سيتمخض عن جونيف المعولة عليه نحن الشارع السوري لكن هون بدي أجي على نقطة وحدة لازم نبين نحن هؤلاء أبناء سوريا حتى منحمل السلاح في فترة معينة من الزمن واخططف إعلاميا ونفسيا من خلال الكم الكبير من الإعلام اللي كانت ضخ كلفت الحرب الإعلامية على سوريا 15 بليار دولار عرفت شون 700 قناة مرئي ومسموع ومكتوب كله ضخ للمواطن السوري أكيد سنتجي يدأثر المواطن السوري بهذا اليوم لما أنت زلت التأثيرات الخارجية عليهم كنت عبت تسمع صوت المواطن السوري من خلال التقرير اللي عملته وكثير مهم هالتقرير فعلا بيّن الواقع أنا أقدم شكري للقناة المنطقية الواقعية اللي بتوقل بهنية وصدق بيّن لك أنه طلع واحد قالوا الله أحنا شلناه لأنه كان في فساد بيوم من الأيام لكن الفساد إذا كان بيوم من الأيام تجي تعامله ببارودة لا هناك من استغل هذه العناوين استغل هذه العناوين والدولة عندما قامت فعلا وقدمت ووضعت القطار على السكة الصحة رغم من أنه ما يخلونا بيوم من الأيام نرتاح كدولة وكمؤسسات دولة من المؤامرة المستمررة من الألفين إلى الفين وثلاثة إلى الفين وخمسة إلى 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 ومع ذلك الدولة قامت بمشاريع إصلاحية لكن لم تعطى أي فرصة طيب بالإضافة أستاذ أحمد ما قاله المواطني هو صحيح بالإضافة إلى ما تقوم به السلطات من خطوات لتشجيع المسلحين على تسليم أنفسهم وعلى المصالحة مع السلطات السورية ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوم بها بالإضافة إلى هذه الخطوات وذلك لتشجيع المسلحين على تسليم أنفسهم طبعا بالنسبة لليوم مؤسسات الدولة عبتعطي العفو والمسامحة وتقديم كل خدمات الخدمات كانت موجودة بالأساس يعني اليوم المخيمات أو المناطر اللي كانت موجودة اسبع المواطني إليك كانوا مجموعة سلفية تكفيرية هي محتلتنا تأخذ أكلنا تمنعنا من الخروج تقوم بعملية قتلنا أنا أذكر في يوم من الأيام بحمص كانت مجموعة من مئة وعشرين واحد كانوا بدون يطلعوا من حمص القديمة كانت مجموعة سلفية تكفيرية بقيادة الشيخ أبو راتب يقولوا له ومنهم من آتي من الخارج طبعا قاموا بذبح أحد المواطنين السوريين وتعليق رأسوه على مدخل ممر إجباري يمروا عليه الكل فكر أن يخرج بيوم من الأيام فبالتالي نحن لن نلوم المواطن السوري نسبته شو هنه هنه دول اللي ارتبطوا بالخارج نسبة قليلة مع المشغلين تبعا لكن الأغلب كان مغلوب على أمره اليوم بريف حلب بريف حلب نسبتهم هنيكا لا يتجاوزوا 5% لكن بقية الشعب ينتظر وصول الجيش حتى يبادر بيأخذ دوره لتنظيف لتنظيف البلد من العصابات التكفير ومن الأرهاب اليوم معلش أنا أحمل المواطنين أهلنا ببيت سحم والمناطق اللي عم بيعمل التسوية لقاء هالمسامحة من دماء الشهداء وأم الشهيدين أم ثلاثة شهداء اللي شفناهم نحن بيوم من الأيام وزرناهم أم الثلاثة شهداء تقول لك لأجل سوريا أنا مسامح أم الشهيدين مسامحة اللي استشهد ابنها وزوجها وهذا بريف حمص ابنها وزوجها خلال أسبوع تقول لك في دلوطن الله يحميني البقية هؤلاء كراماً يجب أن يكفر أبناء المناطق التي تتم فيها المصالحات أن يضعوا كتف بكتف مع العسكر السوري ليقدموا أكثر ليكفروا عن ذنبهم بالفترة الماضية اللي حملوا السلاح في اتجاه وطنهم يجب أن يكونوا هم بالمقدمة بالانتقال إلى تطورات الميدانية ولسيما في المعارك في يبرود هناك الجيش يضيق القنق على هذه المنطقة حتى الآن كيف تقيم ما يجري في يبرود ما يجري في يبرود هي أيضاً تعاملت الدولة والجيش السوري بحكمة مع هذه المنطقة هي عرفانة كل شيء وراصدة كل شيء لكن اليوم الجيش يقاتل على مساحة 185 ألف كيلومتر هذا يحتاج إلى جيوش من الناحية العسكرية كانوا عملية رصد لمواقعهم بيبرود وجبال القلمون واستغلالهم لهذه المناطق الوعرة والمناطق اللي صعب فيها التحرك واليوم آموا بعملية قضب وعملية خنق لهم بهالحالة هاي اللي بدوا يسلم سلاحه ورح يسلم سلاحه العصابات الإرهابية اللي حالياً موجودة من كل أنحاء العالم من 85 دولة الموجودين فيها هنيك يأمل قتل أو الهروب إلى مناطق اللي أتوا منها وهون ما كان ينبه عنه سيد الرئيس وكنا ننبه عنه دائماً إحنا من خلال اللقاءنا بوسائل الإعلام الغربية ستعود سيعود الشر من حيث أتى لعنت سوريا ستطال كل من أراد الشر بي سوريا وانتظر خلال هالأشهر القادمة الأربع خمس أشهر كل من أراد الشر بي سوريا سيدفع الثمن هذه لعنة سوريا الحضارة لعنة سوريا لعنة بلاد الشام اللي بارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كل من أراد سيدفع الثمن وشفنا وللأسف أنه حتى الآن بعض الأدوات المسخرة بي اللوبي الصهيوني والفكر الماسوني لا زالت لم تتعظ إلى الآن أستاذ أحمد وستدفع الثمن أجلا أستاذ أحمد مدير مكتب المصالحة في وزارة المصالحة الوطنية المحامي أحمد منير محمد شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من دمشق وعلى خط المعارك المستمرة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة أفاد مراسل الميادين فجر اليوم عن معارك جرت بين الجيش ومسلحين نصرة في عدد من أحياء دير الزهر وهو ما أدى إلى مقتل ثمانية مسلحين وجرحي تسعة وثلاثين آخرين وفي منطقة القلمون شمال دمشق ضيق الجيش السوري الخناقة على يبرود وفي رف حماس سرد الجيش السوري قرية معان بعد معارك عنيفة كما تقدم الجيش على محور حلب حيث استرد عدة مناطق في طريقه لفك الكسار عن سجن حلب المركزي بعدما سيطر على قرية الشيخ مجهر وتلة الغالي والفئة الأولى من المدينة الصناعية لحلب وقد عرضت مواقع المعارضة مشاهدة لمعاركها مع الجيش السوري في معظم هذه المناطق أبرز تطورات الميدانية في سوريا نعرضها مع غادي غنتوس السلام عليكم ضيق الجيش السوري الخناقة على يبرود بينما استمرت المعارك بين مقاتلي جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في منطقة دير الزور في يبرود شنت الطائرات الحربية ثلاث غرات جوية على أطراف المدينة في ظل موجة نزوح بالمئات من المدينة باتجاه بلدة عرسال الحدودية اللبنانية الاشتباكات تدور بين الجيش السوري والمسلحين في بلدتين رأس المعرة والسحل في موازات التطورات في يبرود ناشبت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وكتائب الجبهة الإسلامية في محيط مدينة منبج في ريف حلب مصادر ميدانية تحدثت عن مقتل ثمانية عناصر من التنظيم بينهم القيادي في داعش أبو محمد الألماني وفي محافظة دير الزور قتل عدد من المسلحين في معارك دارت عند حواجزة تابعة للمعارضة المسلحة بين جبهة نصرة وكتائب الجبهة الإسلامية من جهة ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من جهة ثانية المرصد السوري تحدث عن وقوع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط مطار دير الزور العسكري وفي حي الحويقة ترافقت مع قصف جوي على مناطق في الحي وفي حما استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة معان في الريف الشمالي هذه البلدة التي تعرض أهليها لمجزرة ارتكبها المسلحون بحقهم أما في ريف دمشق فدارت اشتباكات عنيفة في محيط إدارة الدفاع الجوي من جهة بلدة المليحة في الغطى الشرقية واستقصف عنيف بالمدفعية السلام عليكم إلى العراق حيث دع رئيس الطيار الصدري مقتدى الصدر إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة حتى لا تقع الحكومة في أيدي غير أمينة معلنا أنه سيصوت وسيقف على مسافة واحدة من الجميع ورأى أن التقصير في هذه الانتخابات خيانة للعراق وشعبه الاشتراك في الانتخابات أراه مع هذا القرار يجب الاشتراك في هذه الانتخابات وبصورة كبيرة لكي لا تقع الحكومة بيد غير أمينة وماكرة والعياذ بالله وبالنسبة لي فأنا سأصوت وسأتلي بصوتي إن بقيت الحياة لكل شريف يريد خدمة الشعب وسأقف مع الجميع على مسافة واحدة فأرجو من العراقيين أن يشتركوا في هذه الانتخابات وأن لا يقصروا ومن يقصر فستكون هذه خيانة للعراق وشعبه زعيم الطيار الصدري انتقد الحكومة العراقية متهما إياها بتكميم الأفواه وتصفية المعارضين وتهجيرهم وسجنهم لتستأثر بكل شيء صمة آذانها عن الجميع جاءت حكومة تكتمه وتكمم الأفواه وتقتل المعارض وتهجر أصحاب الألسن المعارضة لتملأ السجون بهم وبكل مقاوم حاول تحرير بلده من دبابة الاحتلال أو طيارته حكومة استأثرت لنفسها كل شيء ولم تعد تسمع لأي أحد على الإطلاق ومن بغداد ينضم إلينا الأكاديمي والصحفي أحمد عبد المجيد أهلا بكم سيد أحمد إذن هذه أول تصريحات لزعيم الطيار الصدري مختضى الصدر وذلك بعد أعلانه الاعتزال العمل السياسي كيف يمكن تقييم حديث الصدر أو كلام الصدر اليوم خاصة أنه انتقد الحكومة العراقية الحقيقة التصريح الذي أدلى به اليوم سماحة السيد هو بمثابة رسالة ليست موجهة إلى الداخل فقط بل إلى العالم أجمع هو نوع من الاعتراض أو نوع من الإحباط الذي أصيب بالسياسيون الشرفاء نتيجة الوضع القائم في البلاد بشكل عام نتيجة ترك البلاد عرضة لصراع التيارات والصراع القوة وتصفية الحسابات وغير ذلك وهذا الكلام الذي سمعناه من سماحة السيد هو نوع من الدعوة إلى الشرفاء لرص الصفوف والعمل بالآليات الديمقراطية المرتقبة ومنها الانتخابات للإدلاع بالأصوات بشكل علمي وبشكل صريح واختيار الأنسب والأقدر على إدارة دفة البلاد في المستقبل هو قال أنه سيصوت في هذه الانتخابات ودعا العراقين إلى المشاركة في هذه الانتخابات ماذا يعني أن يقول ذلك وأن يعتزل العمل السياسي قبل ذلك هو في الحقيقة لا يريد أن يغلق الأبواب كليا ويجعل النفق مظلما ولكنه أعطى بارقة أمل للناس من أجل أن يتمسكوا بالتغيير بالآليات الديمقراطية ومنها الانتخابات ودعاهم إلى الاختيار الحر ولكن الاختيار الواجب أن يكون دقيقاً وللناس الذين يستحقون أن توضع الأمانة في أعناقهم برأيك هو دعا إلى التصويت ضد الحكومة؟ ليس ضد الحكومة فقط بل حتى بالنسبة للذين محسوبين عليه والذين لم يعدوا الأمانة كما يجيب كما يورد في خطابه اليوم طيب قرار الاعتزال هذا اعتزال العمل السياسي أستاذ أحمد جاء قبل أكثر من شهرين من موعد الانتخابات المقررة في نيسان أبريل المقبل وهو برر ذلك بأنه حفاظاً على سمعة آل الصدر ومنطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت كيف يمكن ربط قرار هذا الاعتزال السياسي بالانتخابات؟ هو في الحقيقة جاء بعد قضية انشغل بها الرأي العام وقضية عدت بالضد من توجيهات مرجعية ومنها توجيهات سماحة السيد تتعلق بقانون التقاعد الموحد ذهب إلى البرلمانيين كان بحق صدمة للجميع بما فيهم سماحة السيد ولذلك هو أعلن هذا الاعتزال وفي تقدير هذا الاعتزال ليس رسالة موجهة إلى الداخل وله احتراض من نوع غير المدروس وإنما هو رسالة للملأ أن العراق يجب أن لا يترك بمثل هذه الحالة وأن الذين يقودونه الآن هم ليسوا بالمستوى الذي كان يعول عليه وبالمستوى الذي كان يأمله سماحته وعامة شعب هل ترى أن هناك سبباً آخر دفعه إلى اعتزال العمل السياسي؟ هل يمكن الحديث عن ضغوطات ربما؟ لست أدري بالضبط ولكن من نبرة سماحة السيد يبدو أنه شعر بنوع من الصدمة من بعض الممارسات التي جاءت عن طريق ممارسات لأنصاره ربما ولناس آخرين بما فيهم الحكومة التي إذا ردنا أن نعتبر مرجعية السيد محمد باقر الصدر لها فلا شك أنها معنية بخطابه وبالإشارات التي وردت فيه أستاذ أحمد اليوم بالضبط كتلة الأحرار النيابية التابعة للطيارة الصدرية أعلنت تراجعها عن قرار الاستقالة لماذا برأيك؟ أنا في تقديري تفسيري الشخصي أن هذه الكتلة أرادت أن تمضي بمشروعها الخاص ربما هي أعلنت بشكل مبكر نوع من الانشقاق عن إرادة سماحة السيد وربما ما زال هناك من يغريها أو ما زال هناك مغريات تطمع إلى تحقيقها ولكن إذا ثبت بعد الانتخابات أنها ستترجم الأمانة التي وضعها في عناق سماحة السيد فلكل حادث حديث سيكون طب بالنسبة إلى الوضع الأمني اليوم كان هناك تفجيرات طالت عدد مناطق عراقية هل يمكن إجراء برأيك الانتخابات البرلمانية في ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية؟ أعتقد أن هذه الأوضاع تشابه إلى حد ما بيئة الانتخابات التي تجرت في 2010 لا شك أن الانتخابات ستجري تحت كل الظروف وأن الناس لديها الاستعداد للتضحية والتحدي والذهاب إلى صناديق الاختراع خصوصا وأن الأوضاع الآن ثبتة أنها تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى ناس أكفاء ليمضوا بالشوط إلى نهايته شكرا جزيلا لك الأكاديمي والصحفي أحمد عبد المجيد كنت معنا مباشرة من بغداد في العراق أيضا حذر مسؤولنا كرد في إقليم كردستان مما سموها ثورة كردية للوقوف بوجه محاولة تغيير التركيبة السكانية لكاركوك من خلال منح العائلات العراقية من خارج الإقليم إقامتان دائمة في المحافظة التهديد الكردي جاء عقب تسجيل المحافظة قدوم نحو ألف عائلة من الرماد والفلوجة هربا من العنف الدائر هناك ولنية تلك العائلات الاستقرارة في المحافظة العراقية كاركوك ضحية النزاع بين المركز وإقليم كردستان عادت إلى واجهة الأزمات العراقية عبر بوابة الأنبار نحو ألف عائلة نزحت من الفلوجة والرماد تنوي الحصول على إقامة دائمة فيها إقليم كردستان هدد بثورة كردية لوقف مواصفها بمحاولات تغيير التركيبة السكانية بزيادة نسبة العربي على حساب الكرد والتركم عنه لن نطفع يدنا عن كاركوك على السياسيين العراقيين أن يتفهموا ذلك وعليهم قراءة التاريخ العراقي والثورات الكردية هذه المناطق هي كردية وكردستانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لفضل نزاع حول كاركوك ومحيطها ورقة بدأ الكرد يلوحون بها للضغط على بغداد باتجاه تطبيق المادة 140 من الدستور تمهيدا لضمها إلى الأقليم فقاه القانون يعرفون كيف نلجأ إلى الجهات الدولية والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة العراقية حول تنفيذ هذه المادة على المسؤول الإداريين في كاركوك أن يمنعوا هذه الهجرة التطبيع الإحصاء والاستفتاء مفردات أدرجت ضمن المادة 140 لتقرير مصير مدن لا زالت مثار جدل بين الحكومة العراقية والمسؤولين الكرد حول هويتها مشكلة القديمة لكنها تتجدد مع كل أزمة يعيشها العراق لتبقى المناطق المتنازعة عليها واحدة من الملفات الخلافية المؤجنة الحالة كباقي أزمات البلاد محمد كريم أربيل الميادين وإلى الأخبار الاقتصادية مع الزميلة إليسار كرم شكرا لك أحمد السلام عليكم أكدت بزارة النفطة العراقية بدأ الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 في البصرة نهاية العام أو نهاية الشهر الحالي هذا الحقل يعد ثاني أكبر حقل النفطين في العالم باحتياطي يقارب 14 مليار برميل وتستحوث شركة لك أول الروسية على 75% من قيمة المشروع مقابل 25% لشركة نفط الجنوب العراقية البطنية هذا الأمر يسمح للبلاد برفع إنتاجها النفطي إلى 12 مليون برميل يومياً عام 2017 أعلنت بزارة الزراعة العراقية عن نجاح تجربتها في زراعة فاكهة الفراولة في سابقة بمحافظات العراق الجنوبي وأكدت الوزارة أن نجاح التجربة وتعميمها على باقي المحافظات سيساعد على تنويع الانتاج الزراعي الذي يعد نقطة الانطلاق لتطوير الواقع الزراعي العراقي سنكتفي بهذا القدر من الأخبار ونعود إليك أحمد شكرا لك أليسار